مرجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقراتنا ومع شاف محمود سعد وعامل مكارونا بالكريمة والمشروم وفراخ مشوية بالخلطة بس بالخلطة بخلطة حلوة كده بسلم عليكي طبعا يا ماها بسلم على ماها الصغير وحشدة جدا في المطبخ وبسلم على الدكتورة الجميلة مونة عبدالغني دانورك دانورك والله انتم الاتنين كده يعني منورين دايما وبسلم على كل حبيبنا بتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما يعرفوش اكتبه في فقرة المطبخ والنهاردة انا قررت اعمل اكلة عزابي شوية او للمغتربين لو حابين يأكل شوية مكارونا بسرعة بطعم حلو بدل ما يروح يشتروا من المطاعم بسهل كمان الفراخ المشوية ازاي تعملوها في البيت بطريقة وبتدبيلة بسيطة جدا لانت طلبت مننا كتير الحقيقة الفترة اللي فاتت على صفحة الستات اول حاجة هعملها قدامك وهاخد شوية المكارونا دول كده واروح بيهم على الحلة هتعمل جميع مكارونا بالكريمة وحط كمان عليها شوية ملح هعمل فعلا مكارونا بالمكارونا دي يا جماعة الصدف حلوة قوي في الاكل حبيت ان انا اورها لكم والمية تكون بتغلي نحط فيها شوية ملح وشوية المكارونا يلا نقول مقدير المكارونا مقدير المكارونا هي عبارة عن كيس مكارونا اي نوع بنسلقه مع كبيتين من الكريمة ومعلقة زبدة وشوية زعتر وشوية كرات وكم واحدة مشروم وزاي ما احنا شايفين اهو الزعتر وكرات والمشروم والزبدة مع الكريمة وفصتهم ومالح وفلفل ومعلقة صغيرة من البصل المبشور ايه رأيكم نبدأ بقى سريعا بصوا عشان انتو ما تتلقبطوش معايا احنا مجرد ان احنا حطينا المكارونا بتتسلق الماء كانت بتغلي مجرد ان احنا حطينا المكارونا قدامكم حط هنا كمان معلقتين من الزبدة ومصلايا صغيرة مبشورة مع فص طوم كده ونقلب بسرعة عشان الزبدة ما تتحرقش وفي التوقيت ده نحط شرايح المشروم حلو الكلام ايه رواح ثلاث ايه الرواح الحلو ابدت تطلع كده اهو ولمسة صغيرة جدا جدا من الزعتر الاخدر وكمان من ضمن الحاجات المنسية هي الكرات ووجود الكرات في الوصفة دي بيديها قيمة غزائية عالية جدا قيمة غزائية عالية وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو ماشي قادي شوية الكرات الاخدر سلام لو ندي بس معلقة زبدة كده كمان تخلي الأجواء حلوة والريحة حلوة والمشروم ما بياخدش وقت طويل في التشويح قولي يا معنى هابولي الريحة حلوة أوباً الريحة حلوة السبب ان اي سوس مشروم هيتعامل بالكريمة وحطينا فاص طوم مع معلقة من البصل المفشور بتدي ريحة حلوة جداً جداً للسوس حط شوية فلفل اسود كده ورشة ملح انت ممكن طلب شخصي؟ والزعتر والروزماري الزعتر الاخدر حلو يعني حلو مع سوس الكريمة والروزماري كنت تسألك سؤال صح؟ قولي يا معنى قولي يا معنى دعني انت تكزهاش النهاردة لأ كنت بقولك عندي طلب شخصي اتفضلي يعني نفسي اكل من يدك كده مرة بكرة 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 لو صباح نفسي حاجة خضار بقى بطريقة بتاعتك صوتيح كتير منينا وبيريفش يععملوا صوتيح أنا محضر أكلة حلوة قوي بني صوتيح بالنسبالي ده العاية طيب ما تيجي أقولك الطريقة وأقولك كل الحبايب بتفرجوا علينا ميصو لي صبيلي حلوة انا وأقولك كل حبيبنا اللي بتفرجوا علينا طريقة خضار صوتيح حلوة ماتعملها لنا وهعملها يعني إن شاء الله هعملها يعني يومي سبتة أو حد يوم تيبي موجودة هعملها وعد أنا بكرة محضر وصفة حلوة قوي بتتعمل في الهند وفي معظم الدول الخليجي وإحنا بنحبها في مصر مش أقول إيه هي وخليها مفاجأة بكرة مع سلطة جميلة جدا جدا خلونا أقول لكم على طريقة حلوة للخضار السوتية بصل بنقطعه أربعة تربع بنقشره نقطعها أربعة تربع ونرش عليها راشة ملح ونقطة زلزتون وندخلها الفرن دي سر إن ناكل خضار السوتية مبدئيا حلو إزاي هناخد واحدة فلفل رومي متقطعة مكعبات ناخد شرايح جزر شرايح كوسة تكون تخينة شوية يدوب نسلقها تلات تربع سلقة وناخد الكلام ده مع الفلفل في طاصة مع نقطة زيت زلزتون وشوية تسعتر وناخد البصل اللي تشاوه في الفرن ونقلبه معاه يا سلام لو فيه وحديتين مشروم فكرة وجود البصل الكونفيت اللي مشوي بالطريقة دي بزيت الزتون بيدي للخضار طعم حلو جدا خلاص هي الفكرة مش فكرة شوية خضار يتسلق وخلاص بس البصل الماشوي بيدي طعم حلو جدا 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 للوصفة يبقى احنا هنا عملنا المكرونة سلقنا المكرونة في الحل بتتسلق على منارة دية وهنا شوحنا بصل مع زبدة مع فص طوم وحطينا الزعتر والكرات وحطينا المشروم بأول ما بتده يدبل حطينا كوبايتين من الكريمة والرواح الحلوة ابتدت تطلع هنسيب المكرونة تتسلق ونسيب الصوس يتسبك ونروح للوصفة التانية بتاعتنا بسرعة عشان نلحق هي الفراخ المشوية انا جبت وراك فراخ في الاطفال هنقوم قصين الدبوس نديل الاطفال وناخد احنا الجنب التاني لان الاطفال بيحبوا الدبابيس على فكرة شيف طبعا بيقول لجمهورنا احنا لايف على صفحينا على فيسبوك بعتولنا يلا بقى بعتولنا على صفحة استات ما عرفيش اجتبوا كل الاسئلة بتاعتكم ولو ما الحقناش نجاوب على الاسئلة بعد الهوى هرد على كل الاسئلة بتاعتكم يلا بينا ندخل على المقادير المقادير كالقاتي بحتاج ممكن فرخة سليمة ممكن وراك فراخ بصلايا كبيرة مفرومة ممكن وبصلتين وطماطمية مبشورة وفصين ثلاثة طوم وفلفل احمر مفروم على فلفل اخدر كمان مفروم وملح وفلفل وغسط طيب شوية زعتر وشوية بابريكا مع معلقة من صلصة الطماطم الموضوع هيبقى حلو جدا 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 هنا في البولة الازاز دي ادي الفلفل الاحمر اهو واد كمان شوية من الفلفل الاخدر خلاص وكمان نحط طماطماية كبيرة مبشورة وبصلايا كبيرة كمان مبشورة اهو يا سلام على الموضوع الحلو ده ونحط شوية من الجسط الطيب ورشة من الكمون بتفرق جدا جدا فائل تدبيلة دي ممكن نقطتين كده تلاتة من عصير الطماطم على رشة شطة صغيرة وللي حابب موضوع الشطة ده اختياري مع شوية من الفلفل الاسود ورشة من الملح كده وبعد ما عملنا الخليط الحلو ده اللي عباره عن بصل مبشور وفصين طوم وطماطماية مبشورة والفلفل الرومي الاخدر والاحمر ومعلقتين من قصير الطماطم والشطة والشطة مش عايز اقول نحط كده معلقتين تلاتة من الزيت عشان ما بتحبش الشطة خلاص انا انا فست في الموضوع ده بصوا بقال تدبيلة الحلوة دي يا سلام على الخلطة الحلوة دي ناخد حيطة الطمطم الكبيرة دي مش قادرة وصفلكوا ريحة الطوم مع البصل مع الفلفل موضوع كبير اوي مع شوية الزعتر وناخد الوراك كده ونفتحها بالشكل اللي انتو شايفينه ده ونروح على التدبيلة على طول اهو اثنين تلاتة اربعة ونروح على الخلطة كده اهو بس اطمن علف الفرن سريعا كده خليها هنا مقطة والريحة تجنن بس اطمن عليها عشان ما تاخدش سوى زيادة وتعالوا بقى نتبل دي كده وين نغنغها في الخلطة بتاعتها وكل ما نتبلها وكل ما تقعد وقت طويل في التدبيلة يا سلام لو من قبلها بيوم ايوة طب صوري أهو عالي صوتك كماها ما استمع كاهمة اهو مبتو راك اهو مبتو راك سوهير صديقة البرنامج باتقولك انا اشتريت باشاميل بودر مم يا ترى بيتعامل ازاي؟ الباشاميل بودر كل الحكاية ان مكتوب على البكت بنحط له اه 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 اد اي لبن كباتين او تلاتة او اربعة بس هو مش صعب يعني. سهل قوي. ان شاء الله محمدها يقول لنا على طريقة سهلة للبشاميل. نصف كباية دقيقة ولتر لبن مع اربع معالق من الزبدة وملح وفلفل ورشة من جوزته الطيب. طيب. الفراخ بعد ما بنتبيلها التدبيلة الحلوة دي بندخلها الفرن تتشوي. في رحة حاجة الحلة بس سخنت على النار شوية. هجبها لك لا 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 استنى بس كده. هناخد طبق التقديم. طبق التقديم ده اهو. اللهي ميمي بص ميمي يعني بنشكرك يا ميمي جدا جدا لان هي مع في الموضوع ده. بتقول لك اه اه. احفادي مش بيحبوا البصل. والفلفل الاخضر والملون داخل اي اكل. انا كمان بضيف ان انا محبش الفلفل الاخضر وانا في اي اكل. سواء مضبوح او في شكل حتى على البيتزا نعوض ده بايه مسك. محمود عمله اهو على الفراخ. لأ. ضرب البصل في الفلفل. والله هيختفي. هيختفي تماما يعني هو هو الموضوع. عندي حساسية من الفلفل. عندي حساسية من الفلفل الالوان ده. الفلفل الرومي الملون. الرومي والملون. طب هو السؤال عن البصل ولا عن الفلفل الرومي. السؤال عن. الاتنين. السبق نحط شوط خضرة كده. انا الحقيقة لما بفرومه بقلل الكمية شوية كده. وناخد الطبق الحلو ده هنا. وبعدين. ناخد هجاوب على السؤال دلوقتي حالا. واده المكارونة تطلح حلوة من. من المية المغلية على طول. على طول. على طول. على طول. اللي هو عباره عن. فقدت كده سبع دقائق تعرفيني او خمس دقائق. يعني من سبع دقائق لعشر دقائق. كمّل سؤال. لان الصدف كبيرة. آآ. جربي. آآ. يا مهة. وكل الحبابي اللي يفرغوا علينا. انه هم يشووا يشووا البصل. ويشووا الفلفل في الفورن. آآ. رشة ملح ورشة فلفل ونقطة زيت زتون وقشوية. انا عندي حساسين من الفلفل. لو شويتين. بلاش انت. عندك حساسين من الفلفل. بلاش صعب. بصوا بقى. بصي بقى. بعد ما يتشوي يتقطع ويتحط عليه معلقتين تلاتة من زيت الزتون ويفضل في برطمان ده بيتتاكل مع الفطار بيبقى حلو جدا 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 ومع اي سلطة كويس ناخد كده المكرونة اي حساسية الفلفل دي بتجي لبعض الناس يعني اعرف لما بتعملي ساعة اختبار كده او حاجة اختبار الحساسية اي من الاكل اختبار الحاجة تل عندي اول حاجة الفلفل الفلفل ها احط كده ده اول حاجة شوية معناه ان فيه تاني وتالك السوس ايه تانية بها؟ الالبان اه الالبان اه الالبان اه الديق برضو بس فيه عاجبة انا بحبهاش ويتحط لها فالله فالحمدلله برضو تقولها مش افضل حاجة لها اللحمة انا عايز الحق بس اقول ان لكل الاطفال او الامهات اللي بيعانوا مع اطفالهم في فكرة ان ما بكلوش البصل هو البصل لوحده مزعك بس لو تشوى ما بيبقاش بصل بيبقى عسل بصوا شكل الفراخ المشوية وازاي لونها بصوا اللون الدهب الجميل مع الارمشة اللي فوق مع رشة التدبيلة يا جماعة التدبيلة حلوة الفلفل مع البصل مع الطوم والطماطم المبشورة والملح والفلفل والزعتر وجوست الطيب مع لقى زيت والمكارونة بالكريمة دول وصفتين انا باعتبرهم وصفتين من الوصفات السريعة للعزاب او للمقتربين او للي عايز او للي ممكن عايز يعمل اكلة سريعة وماها بتحب السمك عمل لها سمك يا شايف محمود بقى انا هعمل لماها سمك وهعمل لك ودرسة ايه وايه نفسي ايه حاجة كل طلباتي غير لها سمك بجدد كل حد بيطلب حاجة والله طيب ايه ده ماها بتشتكلكم مني على هاها انا احنا بنشكرك محمود الوقت طبعا جري بسرعة حلو معاك بيجري بسرعة الجو الحلو معاك انتي وماها الحقيقة يعني ومن العين دي قبل العين دي يا مها وعد الاسبوع الجاي شوية خضار سطح الوين ليكي ان شاء الله شوفك على خير يا مها ان شاء الله ان شاء الله بكرة انا وماها معاك وبإذن الله والستات معرفوش ايه مها يجدبو ان شاء الله خالص بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة